وبالتزام مع انطلاق تمارين درع الخليج في المنطقة الشرقية تواصل مناورات الصداقة 2018 فرانشيب اكسرسايز العسكرية تدريباتها في ميدان شمال 2 بالمنطقة الشمالية في السعودية وهي تدريبات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي تعتبر هذه التدريبات النسخة الرابعة من التمارين التي تجرى بشكل سنوي ومنتظم وتستمر لعدة أسابيع ويتضمن برنامج التدريب على عمليات الحرب النظامية وغير النظامية وعلى عمليات التخطيط والتنسيق المشترك والتدريب على أساليب الحرب الحديثة باستخدام المعدات الثقيلة والمتوسطة والتقنيات العسكرية المتطورة تهدف أيضا تمارين الصداقة 2018 إلى رفع جاهزية الوحدات وقياس القدرة القتالية إلى جانب توثيق العلاقات العسكرية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز التنسيق وتعاون المشترك وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة في ظروف الحرب المختلفة وأساليب الحرب التقليدية وغير التقليدية